أول مدرسة للتعليم الأساسية تم تزويدها بالطاقة الكهربائية المتجددة عبر حزمة من الخلايا الشمسية قامت بنصبها منظمة اليونسيف في محافظة الديوانية ضمن مبادرة شملت العديد من المدارس الأساسية المختارة بمحافظتي بغداد والبصرة التجربة هي الفريدة من نوعها والتي لها هدفين الهدف الأول هو هدف تعليمي حتى نعلم الأطفال أنه المستقبل هو مستقبل الطاقة النظيفة وأنه لازم نقلل الاعتماد على توليد الكهرباء باستخدام الطاقات الحفورية منظمة اليونسيف تحاول تدعم أكثر عدد من المدارس حتى تعتمد ذاتيا عن نفسها بتوليد الطاقة الكهربائية وزارة التربية وهي الجهة المستفيدة من المشروع رحبت بمبادرة اليونسيف مشيرة إلى أنها ستسهم في التخفيف من معاناة الطلبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة خاصة أيام الامتحانات فضلا عن إمكانية تشغيل المختبرات العلمية بالاعتماد على منظومات الخلايا الشمسية وتعاني أغلب مدارس البلاد من سوء تجهيزها بالتيار الكهربائي كونها تعتمد على التجهيز المبرمج للكهرباء الوطنية وفي ساعات محددة إضافة إلى المعاناة التي يبذلها التلاميذ أيام الامتحانات وخاصة في المدارس الريفية على أمل أن يتم تعميم مبادرة اليونسيف في عموم البلاد نحن نشيد كحكومة محلية في هذه الطاقة البديلة ونسعى سعينا إلى انتشار منظومات في الأقضية والنواحي لأن عندنا حقيقة مدارس في الأرياف ومدارس في الأقضية والنواحي بحاجة ماسا إلى هذه الطاقة البديلة وتعاني الأبنية المدرسية في عموم العراق خاصة تلك الواقع في المناطق الريفية من التقادم وكثرة أعداد الطلب في الفصل الدراسي الواحد فضلا عن قلة الكوادر التربوية نصب الخلايا الشمسية يتسق مع التوجه العالمي للتقليل من الانبعاثات الحرارية في ظل التغيرات المناخية المتطرفة والاعتماد على الطاقة النظيفة حفاظا على البيئة لا سيما في مؤسسات التعليم الأولي ميثم الشباني الحرة الديوانية